القراءة الصامتة والقراءة الجهرية الآن بعد قراءتكم لموضوع درس اليوم قراءة صامتة هل منكم من يقرأه لنا قراءة جهرية؟ وما الفرق يا أستاذي بين القراءتين؟ هناك فرق كبير يا يوسف بين القراءتين فالقراءة الصامتة التي قام بها كل منكم لها مهارات تختلف عن القراءة الجهرية نعم يا أستاذي فلقد قرأت على أحد مواقع الانترنت عن أسس القراءة الصامتة حسنا فلتخبرنا يا عمر عن أسس القراءة الصامتة من أسس القراءة الصامتة أننا نتجنب فيها الهمس والتلفظ ونتجنب أيضا تحريك الشفاه فنقرأ بالعين فقط كما أنه يجب الالتزام بالوقت المحدد لها كما تفعل معنا يا أستاذي وتقول لنا معكم عشر دقائق لقراءة الدرس بالنظر أحسنت يا عمر فهذه حقا أسس القراءة الصامتة وأيضا أقول لكم أنه يجب وضع خطوط بالقلم الرصاص تحت الألفاظ الجديدة لتسألوا عن معناها بعد الانتهاء من القراءة إذن ما أسس القراءة الجهرية يا أستاذي؟ للقراءة الجهرية مهارات عديدة يا يوسف فيجب فيها جودة النطق وتمثيل المعنى في غير تكلف والوقف المناسب عند علامات الترقيم والسرعة والملاءمة للفهم والإفهام وأخيرا الضبط بالشكل نعم يا أستاذي فنحن نفعل ذلك عند قراءة موضوعات الدروس والآن تستطيعون التفريق بين القراءة الصامتة والقراءة الجهرية هيا بنا نقرأ الدرس جميعا قراءة جهرية واضحة تعلمنا اليوم الفرق بين القراءة الصامتة والقراءة الجهرية فالقراءة الصامتة لها عدة أسس وهي تجنب الهمس تجنب التلفظ تجنب تحريك الشفاه الالتزام بالوقت المحدد وضع خطوط بقلم الرصاص تحت الألفاظ الجديدة أما مهارات القراءة الجهرية فهي جودة النطق تمثيل المعنى من غير تكلف الوقف المناسب عند علامات الترقيم السرعة الملائمة للفهم والإفهام الضبط بالشكل